بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة سنقل اليوم درس يوم الجيش وهو آخر درس في مادة الاجتماعية سنستمع إلى هذه النشيدة وهذا الفيديو لنتعرف على أهم مهام الجيش وأنا عبدالله ابن الحسين أعتز بالعشار الأردنية لأنهم أهلي وعشيرتي الكبيرة مهما الزمن عاداني أردن ويهني يالين إحنا لقاعل نمشيها ترجف لما نخليها احضر مني بس ازعل أربط دنيا وهدها صعر أفضر أفضر في اسباح وأعني مهقى صير الراع وانا الهيبة الكبيرة بحضوريته تسلقا إذن يا ثاني عنوان درسنا اليوم هو يوم الجيش إذن ما هو الجيش؟ الجيش هم أشخاص يرتدون زيا خاصا يسمى اللباس العسكري ويحمون الوطن ويدافعون عنه ويقدمون أرواحهم في داء له إذن الجيش يا ثاني هم أشخاص يرتدون زيا خاصا يسمى اللباس العسكري ويحمون الوطن ويدافعون عنه ويقدمون أرواحهم في داء له إذن يا ثاني عندنا الجيش زي ما أخذنا وتعرفنا خصوصا لأيام هذه وآزمة كورونا الخدمات اللي قدموها والمهام اللي قاموا فيها أثناء هذه الأزمة وحمايتنا من هذه الأمراض ومساعدتنا في تقديم الخدمات والرعاية الصحية الآن إذن يا ثاني لنتعرف إلى المهمات التي يقوم بها الجيش عندنا من المهام التي يقوم بها الجيش أولا الأمن وحماية أرض الوطن إذن مين اللي بيحمينا ومين اللي بيحافظ على أرض الوطن إذن الجيش اثنين تقديم الخدمات للمواطنين إذن أيضا الجيش يقوم بتقديم الخدمات للمواطنين عند الحاجة إذن أي إنسان طلب خدمة معينة وخصوصا في هذه الأوضاع في أيامنا هذه إذا طلبت خدمة من الجيش يقدمون لك هذه الخدمة والخدمة ويساعدونك ثلاثة الرعاية الصحية للمرضى عندنا أيضا الرعاية الصحية للمرضى أي ثاني أيضا الجيش يساعد على هذه الرعاية الصحية للمرضى عندنا في الأردن أيضا أنشأوا المدينة الطبية وهي المدينة الطبية هذه كلها من الجيش كل الموظفينها أغلبهم عفوا أغلب موظفينها من الجيش يقومون بالرعاية الصحية للمرضى لنتعرف إلى أهم إنجازات الجيش العربي الأردني أهم إنجاز للجيش العربي الأردني هي معركة الكرامة المعركة التي قامت في تاريخ 21-3-1968 وكانت هذه المعركة بين الجيش العربي الأردني وإسرائيل وانتصر الجيش العربي الأردني بها وهذا مهم جدا يا ثاني يجب أن نعرفه ونحفظه الآن نتعرف إلى بعض الصور التي تمثل أعمال جيشنا العربي كما شاهدنا بالفيديو الجيش العربي أثناء تدريبه وعمل استعراضات عندنا الآن هنا في الصورة الأولى شايفينهم الجيش يتدربوا على حماية كي يحموا وطننا إذن هنا في الصورة الأولى ممكن أن نكتب هنا كيفية حماية الوطن الآن الصورة الثانية أيضا يا ثاني عندنا أيضا كمان هنا الجيش عن طريق سلاح الجو ممكن أن الجو حماية الوطن عن طريق الجو إذن حماية الوطن والحدود عن طريق الجو أيضا هنا حماية الوطن كمان في الصورة الثالثة هنا الجيش يقدم الرعاية الصحية لهذه المرأة إذن أيضا للجيش كما أخذنا من مهامه تقدم الرعاية الصحية وأيضا في الصورة الأخيرة حماية الوطن على الحدود هنا أيضا حمايتنا من الأعداء الآن يا ثاني من المناسبات الوطنية التي نعتز بها ونفخر وهو يوم الجيش ويوم الجيش متى يا ثاني في 25 خمسة من كل عام إذن هاي المناسبة في كل عام نحتفل فيها وهو يوم الجيش في 25 خمسة الآن يا ثاني إذن يجب علينا أن نعتز ونفخر بمن يحمي أرضنا وسماءنا وبحرنا وأن نشكرهم وندعو لهم إذن لازم يا ثاني إنه نعتز في هؤلاء في الجيش وأيضا ندعو لهم وكمان يا ثاني بإننا نلتزم بالقوانين والأنظمة اللي أمرونا وبثوها لنا أقروها لنا الآن من مظاهر الاحتفال بيوم الجيش يا ثاني أولا مشاركة الملك عبد الله الثاني هنا مشاركة الملك عبد الله الثاني في حضور الاحتفال إذن عندنا شايفين بالصورة الأولى هان في يوم الجيش هنا لما يعملوا حفلة الملك عبد الله أيضا يحضر هذا الحفل ويشارك به الصورة الثاني أيضا يقومون بالدبكات الشعبية يقومون بالدبكات الشعبية أيضا يا ثاني السؤال اللي بعده أكتب ثلاث خدمات تقدمها الجيش العربي الأردني كما أخذنا سابقا عنا أولا نقول الأمن وحماية أرض الوطن ثنين تقديم الخدمات للمواطنين ثلاثة الرعاية الصحية للمرضى إذن هذول الثلاثة لازم نكون حافظينهم يتاني الأمن وحماية أرض الوطن همشي طبعا حماية أرض الوطن ثنين ثلاثة تقديم الخدمات للمواطنين والرعاية الصحية للمرضى الآن أميز بين العلمين بكتابة اسم كل منهما تحته في الصورة الأولى ثانية أخذنا علم الأردن في درس مملكتي الأردنية الهاشمية وأخذنا علم الثورة العربية الكبرى في درس الثورة العربية الكبرى إذن حكينا المملكة الأردنية الهاشمية ثاني من يحكي لماذا هي عاصمة مملكة الأردنية الهاشمية أحسنتم إذن عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية هي عمال وعلم الأردن يتكون من اللون الأسود أبيض أخضر ومثلث أحمر ونجمة سباعية لونها أبيض وقلنا الفرق بين العلم الأردن والعلم الثورة العربية الكبرى بأن اللون الأخضر بالنص والأبيض أسفل وأيضا المثلث أحمر ولكن لا يوجد به نجمة سباعية وهكذا يثاني ننهي الفصل الدراسي الثاني ومادة الاجتماعيات وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر